وينضم إلينا من تونس العاصمة معزة الشريف رئيس الجمعية تونسية للدفاع عن حقوق الطفلة سيد معيزة أهلا ومرحبا بك بداية هذا التقرير لم يستثني الدول المتقدمة من ارتفاع وفيات الأطفال وإن كان النصيب الأكبر كانت من نصيب الدول الفقيرة هل من أليات معينة يمكن بها أن نقلس هذا العدد من الوفيات وكيف نفهم هذا التفاوت؟ التفاوت مرتبط بإمكانية التحاصر على الماء الصالح للشراب فهو يفتقر في القارة الإفريقية وفي القارة الأسيوية أكثر من القارة الأوروبية أو الأمريكية ذلك ناتج على النقص في البنية التحتية والتقلبات المناخية وزيد على ذلك البؤر التوتر والحروبات التي تزيد تنهك الدول وتحطم القليل من التي تكون من البنية التحتية فبالمثال في الوقت الحالي هناك خمسة ملايين من الأطفال في اليمن مهددين بالمجاعة نعم ماذا عن الدول المتقدمة؟ في الدول المتقدمة هناك ظاهرة جديدة وهي تفرقة كبيرة ما بين الفئة جديدة من الفقرة الذين تنعدم لهم كل الأليات مثل الإحاطة والحماية والنتج على تدني الخدمات الاجتماعية نتيجة المشاكل الاقتصادية في البلدان الغرب فرغم أن المستوى العام تحسن فهناك أطفال يموتون كذلك حتى في البلدان المتقدمة نتيجة النقص في الرعاية طيب إذا كنا نتحدث مرة أخرى عن الدول الفقيرة مع المنى بإمكانياتها كيف يمكن لها أن تحارب هذا العدد؟ أولا التوفير المياه الصالح للشراب هي من أولويات المنظمة الأممية وذلك موجود في الأهداف الأممية لألفين وثلالين من أهداف تقدم الشعوب والحد من الموت الأطفال خاصة في الشهر الأول ما بعد الولادة وكذلك الحد من التقلبات المناخ ولكن ليس هناك إجماع من طرف الأممية لتصدي لذلك المشكل ولذا ستبقى التقلبات المناخية مشكل كبير على عدد من البلدان الفقيرة وظاهرة الجفاف قاعدة تتقدم شيئا في شيئا والتصحر في بعض المناطق والدول المعنية بالأمر ليست مسؤولة على ارتفاع الدرجات الحرارة لكن قاعدة تعاني من التقلبات المناخية فمن المواجب أن تكون تضامن ما بين الدول أكثر لتوفير الناس الصالح للشراب في كل مدد العالم نعم هذه الظاهرة ليست بجديدة سيد معز وأيضا مع خمسة أطفال يموتون كل ثانية في العالم هل دور المؤسسات الدولية وخاصة اليونسيف كافي في احتواء مثل هذه القضية؟ لا ليس هو كافي ولذلك فما تضامن ما بين المؤسسات الأممية فبعا اليونسيف فما تدخلات وإحصائيات اللي جاية من عند المنظمة الأممية للصحة للتحسين الخدمات الصحية الأساسية للأطفال وخاصة منها التطعيمات ولذلك لفتت النظر لمشكل الوصول التطعيمات في حالة جيدة لكل الأطفال عبر العالم وذلك يكون مشكل أممي هل إنشاء برنامج عام إذا كنا نتحدث عن الدول النامية وعن الدول الفقيرة سيكون مكلف جدا لإحتواء هذه الأعداد من الوفيات والمحاولة من تقليلها؟ لا التكلفات لتحسين الوضع الصحي الأدنى لكامل الشعوب أقل بكثير من تكلف التوترات الحربية عبر العالم فهناك مشكل في المؤسسات الأممية وإحنا اطلقنا صحة فزعة عبر الإنسيف لأخذ بعين الاعتبار مشكل الأطفال والطبقات الهشة من المجتمعات في المناطق التوترات الحربية واقتران قرارات المجلس الأمن بقرارات وقائية لتمكين الأطفال من الحد الأدنى من الحماية والرعاية نعم سيد معز الشريف رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفلة كنت معنا من تونس شكرا جزيلا لك موسيقى 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 موسيقى